السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكمبين رحلتنا في حياة الصحابة أسوياء هذه الشخصيات المتزنة تربية النبي عليه الصلاة والسلام شخصيات المستقرة شخصيات اللي شفنا فيها قمة القوة مع قمة الرحمة أعلى درجات الحضور في العبادة مع أعلى درجات التواضع وحسن معاملة الخلق الإنصاف من النفس عارف حق نفسه وعارف حق غيره عليه ناس شغالة على نفسها بتحسن من أحوالها دائما يمكن دي ألفاظ شبه العصور بتاعتنا شغالة على نفسه في لغتنا القرآنية اسمها التزكية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا ويزكيكم إنسان لما تدين بدأت أخلاقه تتحسن ويرتقي يصير أكثر حضورا مع الله وأكثر رحمة وخدمة للخلق وأكثر نفعا وعمارة للأرض بني أدم تحب عشرته سوي ومن هنا جت أسوياء وإحنا النهاردة لسه مكملين مع الصاحب الأول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الأسوياء سيدنا عبد الله بن عثمان اللي كنيته أبو بكر ولقبه الصديق فأبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ويمكن بداية الحلقة النهاردة تبقى بداية قيلة شوي لأن احنا وصلنا للحظة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخد بالك أنا مش بحكي لك السيرة أنا بحكي لك أبو بكر كان فين سيدنا رضي الله عنه من كل المواقف اللي عاش فيها سواء أثناء حياة النبي أو بعد انتقال النبي قبل وفاة النبي بأيام أو أسابيع يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقول كلمة محدش يفهمها إلا أبو بكر الصديق يقول إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فسيدنا أبو سعيد الخدري صحابي بيقول فرأينا أبو بكر يبكي ويقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فقلنا ما لهذا الشيخ النبي بيحكي لنا عن واحد ربنا خيره ما بين الدنيا واللي عند ربنا فاخترل عند ربنا وكان رسول الله سيدنا أبو سعيد الخدري بيكمل بعد وفاة النبي بقى فهم وكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هو كان فاهم النبي عليه الصلاة والسلام وتعدي الأيام ويمرض النبي عليه الصلاة والسلام ويمرض ويعدي في مرضه بأوقات كان يغشى عليه وقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بساعات قليلة أو ممكن تقول بيوم استفاق النبي بعدما كان بيغشى عليه استفاق وسع السطرة بتاعة غرفته الشريفة نظر على الصحابة كده فإذا هم يصلون وأبو بكر الإمام حتى كاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم إيه ده النبي يا جماعة بيبص علينا سيدنا أنس يقول كده حتى كدنا نفتن فأشار إلينا أن يثبته قلنا بس النبي بقى كويس الحمد لله وهيقوم يصلي معانا فكتير من الصحابة راحوا أشغالهم وكانوا قاعدين جنب النبي يتطمنوا عليه وجي سيدنا أبو بكر الصديق دخل على رسول الله تطمن عليه أن صحيته بترد فقال له يا رسول الله طبعا هروح أزور زوجتي وكانت بعيد شوية عن المدينة وفي الوقت ده توفي سيدنا رسول الله عزته والسلام توفي وأبو بكر مش جنبه ثانية اثنين كان نصيبه من النبي أن النبي لحظة انتقاله للرفيق الأعلى أبو بكر ما يبقاش موجود هو أبو بكر ما كانش موجود إمتى هو كان موجود في كل لحظة في الإسلام وفي الهجرة وفي الغار وفي الحروب وفي كل حاجة بس النبي أراد ربنا أنه ينتقل للرفيق الأعلى وهو كده إيه في حضن على كده في السيدة عائشة كده كانت لوحدها في غرفتها الشريفة وأبو بكر برا المدينة وسبحان الله في النصيب ربنا إرادته كده أنا أحد أكبر وأعز أصحابي لما جات لحظة وفاته أنا لما أشهدها يعني توفي وبعدين ملحقتش أشوفه وبعدين جي رحت عشان الغسل بتاعه قالوا لي طب فيه ورقة ممكن تخلصها ففضلت أن أنا خلص الورقة دي أن أنا أحضر الغسل وكنت أحب أن أنا أكون معاه في لحظة زي دي خلصت الورقة بتاعته بتاعة التصريح الدفن جبت التصريح كانوا خلصوا الغسل بتاعه وكفنوه مشيت وراه عشان أدفنوا حصل لي مشكلة في الطريق ورحت لقيتهم دفنوه وقفلوا القبر مصيبي مصيبي من صاحبي واخويا آخر مشهد أشوفه لما كان بيهزر ويدحك معاي ما شفتوش لحظات وفاةه رغم أن فيه ناس كتير غرب بالنسبة لي ممكن أشهد اللحظات دي معاهم وغسلهم وكفنهم وأدفنهم بس نا نصيبي وده اللي حصل مع سيدنا أبو بكر الصديق ويوصل له خبر وفاة النبي ويرجع يرجع أبو بكر الصديق يلاقي الدنيا مش زي الدنيا يلاقي سيدنا عمر واقف على المنبر بيزعى ويقول ما مات رسول الله إنما ذهب للقاء ربه ولا يرجعن فيقطع أيدي وأرجو الأقوام قالوا أنه مات وماسك السفو المنبر سيدنا علي قاعد ما بيتكلمش سيدنا عثمان قاعد ما بيتكلمش فدخل سيدنا أبو بكر الصديق أزاح السطارة عن بيت بنته سيدة عائشة وكأن كده إيه جوه قلبه دلوقتي وباصص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم الذكريات كلام ما يتوصفش دعالوا نكمل بعد شوي اشتركوا في القناة